بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا بهذه الليلة في تفسير القرآن الكريم في تفسير سورة الصافات أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق وهذه السورة العظيمة سورة مكية يعني نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وهي تتكوّم من مئة واثنتان وثمانون آية وهذه الآية ذكر ابن كثير عليه رحمة الله في مقدمة تفسيرها حديث عبد الله بن عمر في مقدمة تفسيرات هذا يدل على أن المراد بالتخفيف الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة أنه لا يعارض أن يصلي أحياناً بسورة طويلة أنه لا يعارض أحياناً أن يصلي بسورة طويلة إذا عرف أن المأمومين يتحملون ذلك وليس المراد بالتخفيف أنه دائماً لا يقرأ إلا سور قصيرة فهذا الحديث فيه دلالة على أنه يأمهم بسورة الصافات أحياناً وهذا لا يعارض التخفيف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعله وهذه السورة بدأت بقسم وهو قوله سبحانه وتعالى والصافات صفا فهذا قسم من الله عز وجل بالصافات والمراد بالصافات هي الملائكة والله عز وجل له أن يقسم بما شاء بخلاف العبد المخلوق فإنه لا يحل له أن يقسم إلا بالله عز وجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن بأن الحلف بغير الله شرك فلا يقول ووالدي أو ومحمد أو النبي أو نحو ذلك من القسم فهذا لا يجوز البتة ولا يجوز للعبد أن يقسم ولا يحلف إلا بالله من كان حالف فليحلف بالله سبحانه وتعالى وأما الله سبحانه وتعالى فهو يحلف بما شاء من مخلوقاته سواء يقسم بنفسه الكريمة أو يقسم بما يشاء من مخلوقاته وهذا القسم إذا قسم الله عز وجل بشيء من مخلوقاته فهذا يدل على عظمة هذه المخلوقات ولا شك أن الملائكة خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى فالملائكة خلق عظيم خلقهم الله عز وجل وهم عباد لله عز وجل لا يعصونه فيما أمر فهم مخصصون للعبادة والثناء على الله سبحانه وتعالى ويرسلهم الله عز وجل لمن يشاء ويكلفهم بما يشاء والملائكة ليست إناث كما يقول أهل الشرك فإن أهل الشرك يظنون أن الملائكة إناث ولهذا يسمونها بنات الله عز وجل فلا يجوز أن يقال إن الملائكة إناث وأما هذا الجمع والصافات فهذا لا يدل على التأنيف وإنما لأنهم جماعات جماعات يصفون في السماء عند ربهم فالجماعات يطلق عليها صفة لكنه لا يدل على أن ولذلك تقول جاءت الرجال تقول جاءت الرجال والرجال ليسوا بإناث فهذا لا يوخذ منه أن الملائكة إناث بل هم خلق مكرمون مشرفون من خلق الله عز وجل ولهذا أقسم الله عز وجل بهم وقال والصافات صفة والصفوف هي التي تكون على خط مستقيم وهذا يدل على أن الملائكة تصف عند ربها وأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصف في صلاتنا كما تصف الملائكة عند ربها ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسيري والصافات صفة قال هي الملائكة فالزاجرات زجراء قال أيضا هي الملائكة فالتاليات ذكراء قال هي الملائكة فعند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الصفات الثلاث كلها للملائكة التي هي صافات وزاجرات وتاليات للذكر وهذا التفسير عن عبد الله بن مسعود أخرجه عبد الرزاق وغيره وسنده صحيح وكذا قال غير بن مسعود كابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وجمع من السلف قال قتاد الملائكة صفوف في السماء وروا الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث فضلنا المراد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فضلهم الله على بقية الناس بثلاث قال جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة يعني أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نصف في الصلاة كصفوف الملائكة الذين يتمون الصف الأول فالأول على خط مستقيم جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وهذا يدل على أن هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذه الطريقة والاستفاف في الصلاة خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الثاني قال وجُعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجُعلت لنا الأرض كلها مسجد يعني في أي مكان من الأرض فأنت تصلي بخلاف بعض الأمم فإنهم لا يصلون إلا في الكنائس أو في أمكن مخصصة لكن أمة محمد كل الأرض لها مسجد أينما أدركتك الصلاة فتصلي إلا ما دل الدليل على أنه لا يصل فيه كالمقبرة والحمام ونحو ذلك وإلا بقية الأرض فإنها كلها مسجد تصلي فيها هذه الثانية قال وجُعل لنا ترابها طهورا إذا لم نجد الماء وجُعل لنا ترابها طهورا إذا لم نجد الماء يعني من انتقض وضوءه أو كان عليه جنابه إذا عُدِم الماء فإنه يتيمَّم وهذا طهور له فيصلي بهذا التيمم وهذا تخفيفٌ من الله عز وجل وسعه على هذه الأمة المباركة فيجب أن نشكر الله عز وجل على هذه السعه وهذه النعمة وروا أيضاً الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفونا كما تصف الملائكة عند ربهم قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال صلى الله عليه وسلم يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف إذن هذه الكيفية التي نفعلها بالصلاة هي التي تفعلها الملائكة عند ربهم يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف ومعنى فالزاجرات الزجر أنها تزجر السحاب السحاب الذي ترونه المحمل بالأمطار فإن الملائكة تزجره بأمر ربها ومعنى تزجره تسوقه تسوق السحاب إلى المكان الذي أراد الله عز وجل أن ينزل فيه الغيف ولهذا الآن لما يتوقعون يتوقع أهل الأرصاد أن المطر ينزل في المكان كذا هذا التوقع ليس بمؤكد لأنه قد تزجره الملائكة إلى مكان آخر تزجره الملائكة إلى مكان آخر وهذا أمر مشاهد فكم يتوقع الناس أحياناً ولا يأتي ما توقعوه لأن المطر لا يقع إلا بأمر الله عز وجل في المكان الذي أراده الله عز وجل بالكيفية التي أرادها الله تبارك وتعالى فهذا معنى فالزاجرات زجران فهو ذكر أقسم بصفتهم المحبوبة عند الله وهي أنهم صفوف وأقسم بعملهم وهو أنهم يسجرون السحاب وذكر بعض السلف تفسير آخر للزجر فقال المراد ما زجر الله تعالى عنه في القرآن ما زجر الله عنه في القرآن ونهى عنه فهذا المراد وأما قول الله عز وجل فالتاليات ذكرى فإن الملائكة يجئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس وجبريل لما يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتلو عليه القرآن فأيضا تلاوة القرآن هذا من عمل الملائكة وهو عمل عظيم ولهذا جاء القسم بهذه الصفات العظيمة فالتاليات ذكرى هذا كل قسم من الله عز وجل على أي شيء هذا القسم يقسم الله عز وجل بهذا القسم العظيم على أي شيء الجواب إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد يعني أن المعبود هو رب واحد وليس أرباب متفرقون ولا معبودات كثيرة فهو يقسم على أن الإلهية منحصرة في هذا الرب الواحد وهذا الرب الواحد ما صفته قال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إذن تحدد من هو الإله الواحد المعبود وهو الذي يملك ويتصرف في السماوات ويملك ويتصرف في الأرض ويملك ويتصرف فيما بين السماوات والأرض من مخلوقات فالمراد أنه يتصرف في الكون كله هذا الرب هو الذي لا يستحق العبادة غيره ورب المشارق وجعب المشارق بصيغة الجمع ولم يذكر المغارب لأن المشارق تدل على المغارب والمراد مغارب الشمسي ومشارقها فإن المغارب والمشارق تتغير في فصول السنة فصار يطلق عليها مغارب ومشارق فدل على أن الذي لا يخلق السماوات والأرض ولا يتصرف فيهما لا يجوز أن يعبد وبناء على هذا لا يمكن أن يعبد مخلوق مهما ارتفع عشانه نبي ملك من الملائكة نبي ولي لا يمكن أن يعبد مخلوق لأنه لم تتحقق فيه الصفة التي ذكرها الله وهو أنه رب السماوات ورب المشارق إن إلهكم لواحد وهذا معنى التوحيد يعني إله واحد توحده تفرده بالعبادة إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق قال ابن كثير هذا هو المقسم عليه المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات ورب المشارق أي هو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات كواكب ثوابت يعني مكانها دائما ثابت وسيارات تسير تبدو من المشرق وتغرب من المغرب واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه وقد صرح بذلك في قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون وقال في الآية الأخرى رب المشرقين ورب المغربين يعني في الشتاء والصيف للشمس والقمر فهذا قسم عظيم على أمر عظيم قسم بملائكة الرحمن والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان كما مر معنا في حديث جبريل أنه جعل الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان فالذي لا يؤمن بملائكة الرحمن فهذا ليس بمؤمن إطلاقا لكثرة ما جاء من ذكرهم في القرآن وفي السنة إلى غير ذلك ووجد نابتة نابتة تنتسب للإسلام تأثرت بالحضارة الغربية المعاصرة التي لا يؤمنون إلا بالمحسوسات فإذا قلت لهم الملائكة والجن ونحو ذلك قالوا ما نراهم ما نحسهم ما نسمعهم فهم لا يؤمنون بها فجاءت نابتة تريد أن تجامل الكفار فلا تثبت الملائكة على حقيقتها وأنهم خلق من خلق الله لهم أجنحة يعبدون الله عز وجل وإنما قالوا والمراد بالملائكة قوى الخير في النفس البشرية قوى الخير في النفس البشرية والمراد بالشياطين قوى الشر في النفس البشرية فحولوها من مخلوقات حقيقية عابدة إلى طبايع في النفس وهذا في الحقيقة إنكار كل هذا هروب من أن يثبتوا مخلوقات محسوس مخلوقات ولا يراها الغربيون ولا يقيسونها في المعامل ولا بالتجربة وهذا تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا تجدونه عن الطوائف من حرفة مع الأسف الشديد من الذين تأثروا تأثرا بالغا بهذه الحضارة المادية التي لا تومن إلا بالمحسوسات ثم قال سبحانه وتعالى إن زيننا السماء الدنيا بذينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وهذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى زين هذه السماء بهذه الكواكب فهي زينة للسماء الذي ينظر إليها يرى أن السماء مجينة مرصعة بالنجوم ولها وظيفة ثانية غير زينة السماء وهي أن الله يحفظ بها الوحي في السماء فيرجم بها الشياطين فإن الله عز وجل لما يقدر الأقدار ويأتي من الوحي في السماء قبل أن ينزل على الأنبياء في الأرض فإن الملائك يتحدثون به في السماء وكان الشياطين المرده يصعدون إلى السماء ويطلع بعضهم على بعض يتسمعون إلى الملأ الأعلى والمراد بالملأ الأعلى الملائكة فيخطفون أحيان يخطفون كلمة أو كلمتين من الحق ثم ينزلون بها بسرعة لكن الشياطين مع من تتعامل مع من تتعامل تتعامل مع السحرة والكهان الشياطين تتعامل مع السحرة والكهان لأنهم يقدمون لهم العبادة فهم يطلعونهم على شيء حتى ينخدع الناس بهم ولهذا يوجد من السحرة من يتعاطى الإخبار بالأمور الغيبية ويوجد من الكهان وأحيان نادر يصيبون يصيبون من هذه الكلمة التي يخطفها الشيطان المالد بسرعة قبل أن يلحقه الشهاب الثاقب فتكون صحيحة الكلمة فالناس ويكذب الشيطان معها مئة كذبة لكن الناس يتناسون المئة التي كذب فيها ويقولون ما تذكرون لما قال لنا مرة هذا الأمر وحصل فبناء على معلومة واحدة صحيحة يمرر مئة كذبة عليه الشيطان ويتعلق الناس بالكهان ولهذا قال ابن كذير عليه رحمة الله يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة الكواكب قال قرية بالإضافة وبالبدل إيش بالإضافة؟ يعني إن زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب هذا الإضافة أو بالبدل بزينة الكواكب قالوا المعنى واحد كلاهما بمعنى واحد فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوءها جرم السماء الشفاف وهذا يدل على أن جرم السماء شفاف يعني النور يخترقه لو كان فيه كواكب في السماء السادسة ولا في الخامسة كوكب عظيم له نور فإنه يخترق هذه السماوات فينير لأهل الأرض وفيه كواكب في السماء الدنيا كما ذكر أنه زينها فهذا يدل على أن جرم السماء جرم شفاف قال فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوءها جرم السماء الشفاف فتضيء لأهل الأرض كما قال تعالى ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وكما قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين فقوله جل وعلا هنا وحفظاً تقديره وحفظناها حفظاً من كل شيطان مارد يعني المتمرد العاتي لأن لا يصل إلى الملأة الأعلى وهي السماوات ومن فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى مما يقوله من شرعه وقدرته قال كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تبارك وتعالى حتى إذا فُزِّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وهذا مر معنا أنه إذا تكلم الله بالوحي سمع الملائكة صوتاً عظيماً كالسلسلة على صفوان فيغشى عليهم من عظمة الله عز وجل يغشى عليهم وهذا فيه بيان لشدة خوف الملائكة من الله سبحانه وتعالى ومن شدة تعظيمهم وهم غير آمنين مع أن الملائكة يخافون الله عز وجل لأن العبادة لا بد فيها من رجاء وخوف فهم غير آمنين وإنما يخافون لأنه ليس هناك عبادة بدون خوف وليس هناك عبادة بدون رجاء وليس هناك عبادة بدون محبة ولا تعظيم وهذا يدل على ضلالي بعض الذين يتبجحون ويقول أحدهم إنني عند الله لي كذا وإنني معظم عند الله ونحو ذلك وهذا لا يوجد إلا في بعض الملاحدة من الصوفية الذي يقول لأتباعه يوم القيامة أضع خيمتي على نار جهنم وكذب عدو الله كيف يضع خيمته على نار جهنم فكأنه ما عنده خوف يعني الأنبياء يخافون أتباع الأنبياء يخافون وهذا ما عنده خوف من الله عز وجل إطلاقا بينما جميع أولياء الله يخافون بل الملائكة يخافون من الله سبحانه وتعالى ولهذا قال حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني ذهب الفزع عن قلوبهم كان على قلوبهم فزع شديد ثم يفزع عن قلوبهم فهذا هذه الكواكب هي حفظ للسماء من هؤلاء الشياطين المردى ولهذا قال تعالى ويقذفون يعني يرمون من كل جانب أي من كل جهة يقصدون السماء منها دحورا يعني رجما يدحرون به ويزجرون ويمنعون من الوصول إلى ذلك ويرجمون ولهم عذاب واصب والعذاب الواصب هو الدائم الموجع المستمر وهذا في الدار الآخرة واصب يعني دائم لأن عذاب الشياطين والكفار دائما وأبدا ما ينقطع لهم عذاب دائم موجع مستمر كما قال تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير أي النار المستعر جارنا الله ويكمنا وقوله تبارك وتعالى إلا من خطف الخطفة أي لا يسمعون إلى الملأ الأعلى إلا من حصل على كلمة اختطفها إلا من اختطف من الشياطين الخطفة وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته ويلقيها الآخر إلى الذي تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر من الله تعالى وقال هنا بقدر حتى لا يبن أحد إن الشيطان نجح فيما يريد بدون إرادة الله عز وجل لا لأن الله عز وجل لما يقدر شيء لحكمة كما يقدر الأمراض والشرور ونحو ذلك هذا لحكمة لحكمة له سبحانه وتعالى في الكون فيقدر أن يأخذ أحدهم كلمة لينظر من يطيع الشيطان ويفتتن ومن لا يطيع الشيطان قال وربما ألقاها بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى الكاهن كما تقدم في الحديث الذي أشرت إليه ولهذا قال إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب والشهاب الثاقب هو الذي مستنير تروا النور هو الآن لما تسقط الشهب وذكر هنا ابن كثير الحديث الذي أخرجه الطبر بسنده وهو سند صحيح قال روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان للشياطين مقاعد في السماء قال فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعاً قال فلما بعث فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قصد مقعده جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه قال فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله وهذا يدل على أن إبليس هو رئيس الشياطين يراجعونه وأن إبليس باقي إبليس الذي أغوى آدم باقي والشياطين تراجعونه لأنه طلب من الله أن ينظره إلى يوم البعث إلى يوم القيامة ينظره فجعله الله أعطاه الله عز وجل هذا الذي طلب من باب الامتحان لتظهر العبودية الصحيحة لله سبحانه وتعالى فلهذا قال فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله فقال ما هو إلا من أمر حدث قالوا إننا إذا قعدنا في السماء تأتينا الشهوة فتحرقنا قال لا بد في أمر حدث وهذا يدل على أنه ما كان يدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث إليه لأنه قال فهذا من أمر حدث أو لأنه ما كان يعرف أن سبب هذا الشهب لصيانة الوحي قال فقال ما هو إلا من أمر حدث قال فبعث جنوده فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بين جبلي نخلة قال وكيع قال وكيع يعني بطن نخلة فرجعوا إلى إبليس فأخبروه فقال هذا الذي حدث والشياطين والشياطين أتت للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بطن نخلة ونخلة وادي على طريق السيل الكبير الآن معروف هذا الوادي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذاهب يدعو أهل الطائف إلى الإسلام ثم جاء راجع إلى مكة فجاء مع الوادي الذي يسمى اليمانية وادي نخلة فأدركه المبيت في هذا الوادي فجلس قام يصلي يصلي من الليل ويقرأ القرآن والشياطين جنود إبليس يدورون فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعوا القرآن ورجعوا إلى إبليس يخبرونه لكن أيضا فيه دلالة على أن بعضهم أسلم كما جاء في سورة الجن أن بعضهم آمن وصدق وأسلم وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من الجن المسلمة قال وستاتي إن شاء الله تعالى الأحاديث الواردة مع الآثار في هذا المعنى عند قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ثم قال الله سبحانه وتعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازف بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وهذه الآيات كلها تتحدث عن حال المشركين الذين أنكروا البعث فإن المشركين لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم سوف يبعثون يوم القيامة ويجازون استبعدوا هذا الأمر استبعدوا أن يكونوا يرجعون أحيا ويعيدهم الله عز وجل وهذا الاستبعاد من جهالتهم كيف الذي خلق الخلق أول مرة لا يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية ولهذا ذكر عليهم ذكر هنا بعض البراهين التي كل من تفكر فيها عرف أن كلامهم باطل لا وزن له لأنه قال فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا يعني خلق الإنسان ضعيف أشد خلق الإنسان أم من خلق السماوات أشد خلق الإنسان أم من خلق الأرض فبين أن الإنسان خلق من طين لاجب إن خلقناهم من طين لاجب يعني من هذا الطين خلقهم الله الذي قاد فخلقهم ما هو كبير فكيف يظنون أن الله لا يعيدهم وهو الذي خلق السماوات وخلق الأرض ولهذا يقول ابن كذير عليه رحمة الله فسل هؤلاء المنكرين للبعث أيما أشد خلقا هم أم السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة لأنهم يقرون بهذا لما تقولهم من خلق السماوات يقولون الله من خلق الأرض يقولون الله فهم يقرون بهذا فهو حج عليهم قال فهم يقرون أن هذه المخلوقات أشد خلقا منهم وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم بيّن أنهم خلقوا من شيء ضعيف فقال إنا خلقناهم من طين لازب وهذا الطين اللازب قال هو الطين الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض لازب يعني يلزق بعضه ببعض وهذا يكون من أجود الطين من طين لازب وهذا التفسير مروي عن سعيد بن جبير والضحاك بسند صحيح ومروي أيضا عن ابن عباس وعكرمة قال هو اللازب هو اللزج الجيد وقال قتاد هو الذي يلزق باليد وكل المعاني صحيحة ومتقاربة وأما قوله تعالى بل عجبت ويسخرون أي بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث وأنت موقن مصدق بما أخبر الله تعالى من الأمر العجيب وهو إعادة الأجسام بعد فنائها وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم ويسخرون مما تقول لهم من ذلك وهو شيء يعجب الإنسان منه يعني يعني كيف يستبعدون ذلك والأمر واضح قال مجاهد وقتاد يستهزئون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين يعني إن هذا الذي جئت به إلا سحر مبين فهم يرون أن الرسول على سلم جاءهم بسحر لأن كل المعجزات التي يرونها هم لا يستطيعونها لا يستطيعون أن يأتوا بالقرآن لا يستطيعون أن يأتوا بالمعجزات التي جاء بها الرسول على سلم ولهذا ينسبون إلى السحر لأن السحر لا يستطيعوا كل أحد وهذا من باب التنفير عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن اتباعه وإلا فإن أكثرهم في قرارة نفسه يعرف أنه ليس بساحب قال أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون يستبعدون ذلك ويكذبون به قل نعم سوف تبعثون وأنتم داخرون ومعنى داخرون أي حقيرون تحت القدر العظيمة كما قال تعالى وكل أتوه داخرين وقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وهذا البعث لا يكلف الله شيئا فإنما هي زجرة واحدة والمراد هي نفخة البعث نفخة واحدة زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فإنما هو أمر واحد من الله عز وجل يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض فإذا هم بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة عند ذلك ينكشف الغطاء ويتضح الأمر ولهذا ماذا يقولون؟ قال ويقولون يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الجزاء هذا يوم الفصل هذا يوم البعث هنا انكشف الغطاء وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون قال ابن كثير يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا فإذا عائنوا أهوال يوم القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين فتقول الملائكة والمؤمنون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ ويأمر الله تعالى الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم ولهذا قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم والمراد بأزواجهم يعني أشباههم وأمثالهم لأنه قد يكون الشخص كافر وزوجته مسلمة فهنا لا تحشر مع الكفار تحشر مع المؤمنين من كان كافر وزوجته مسلمة مثل فرعون فإن زوجته مسلمة فهذه لا تحشر معهم وإنما المراد بالأزواج يعني الأشباه والأمثال احشروا الذين ظلموا أزواجهم قال النعمان بن بشير رضي الله عنه بأزواجهم يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم وكذا قال ابن عباس وجمع من السلف وبعض السلف قال أزواجهم يعني إخوانهم والمراد إخوانهم في الكفر ليس المراد أيضاً الإخوان الذي من النسب فإنه قد يكون لكن إخوانهم في الكفر وهذا يدل على أن الكافر أخو للكافر في كفره ثم قال سبحانه وتعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم أي أرشدوهم إلى طريق جهنم وهذا كقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصمّا مأواهم جهنم وكلما خبت زدناها سعير وقفوهم إنهم مسؤولون أيقفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا كما جاء عن ابن عباس احبسوهم إنهم محاسبون وأيضاً معهم الذين عبدوهم يعني يحشرون مع من عبدوا إذا كان راضي بالعبادة أو من الأوثان والأصنام فإنهم معهم لا يفارقونهم ويكبتون ويقال لهم ما لكم لا تناصرون يعني أنتم كنتم تريدون من المعبودات النصر فلماذا لا ينصركم الآن وهو لا يملك لنفسه شيئاً حتى يملك لهم لكن من باب التوبيخ والتقريع ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما داع دعا إلى شيء كان موقوفاً معه إلى يوم القيامة لا يغادره ولا يفارقه وإن دعا رجل رجلاً يعني مدام أنه عبده فهو يحشر العابد والمعبود مدام أنه راض بالعبادة قال وما لكم وعن ابن المبارك قال سمعت عثمان بن زايدة يقول إن أول ما يسأل عنه الرجل جلساؤه ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ ما لكم لا تناصرون أي كما زعمتم أنكم جمع منتصر بل هم اليوم مستسلمون أن ينقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه ثم قال سبحانه وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إننا لذائقون فأغويناكم إننا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء الحق وصدق المرسلين هذه المحاورة العظيمة بين العباد والمعبدين بين الأتباع والأولياء الذين يعبدونهم إذا رضوا بعبادتهم ويظنون أنهم أولياء ولهذا قال وأقبل بعضهم على بعض يتسألون بينهم يلوم بعضهم بعضا قال ابن كثير يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عننا نصيبا من النار هذا المخاصم في النار والمخاصم الأولى في عرصات يوم القيامة قال فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عننا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لأنتم لكن مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين يعني الإجرام متأصل فيكم ولا ما عندنا برهان بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداد وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وهكذا قالوا لهم هنا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين فهو هنا فسر المراد تأتوننا عن اليمين يعني عن القدرة بالقدرة منكم علينا يعني عندكم قوة تسلط علينا لأن كنا أذلاء وكنتم أعزاء وهذا مثل ما يقهر فرعون جنوده لأنه قوة عند قوة فهم يتبعونه خوفا من سطوته لكن هذا ما ينفعهم هذا ما ينفعهم لأنه وجد من مع سطوة ذرعون أسلم واتبع موسى عليه السلام وهكذا كل من احتج بهؤلاء لهذا قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين هذا معنى هذا التفسير عن ابن عباس أنه قال تقهروننا بالقدرة منكم علينا وقال مجاهد تأتوننا عن اليمين يعني تصدوننا عن الحق وقال قتادة اليمين من قبل الخير تأتوننا من قبل الخير فتنهونا عنه وقال السد تأتوننا من قبل الحق وتجينون لنا الباطل وتصدوننا عن الحق فكل هذه التفسير متقاربة فإن هؤلاء أصحاب نفوذ وأنهم يصدون عن الحق وأصحاب بهرجة يعني ويدخل في هذا أصحاب الإعلام المنحرف الذين يصدون يصدون الناس عن الحق فإنهم يبهرجون عليهم ويصدونهم عن الحق يأتونهم عن اليمين لكن هذا لا ينفعهم هنا لكنهم هنا يتبرون منهم ويقولوا قالوا بل لم تكونوا مؤمنين تقول القادة من الجن والإنس للأتباع ما الأمر كما تزعمون بل كانت قلوبكم منكرا للإيمان قابلة للكفر والعصيان لو ما فيكم قبول للكفر والباطل تريدون ما أطعتمون وما كان لنا عليكم من سلطان يعني نقهركم ما من حجة ما في حجة عندنا مجرد بهرجة وما كان لنا عليكم من سلطان أي من حجة على صحة ما دعوناكم إليه بل كنتم قوما طاغين أي بل كان فيكم طغيان ومجاوزا للحد فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاءوكم به فخالفتموهم فحق علينا قول ربنا إنا لدائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين يقول الكبراء للمستضعفين حقت علينا كلمة الله أننا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة فدعوناكم إلى الظلالة فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا قال الله تبارك وتعالى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون الجميع في النار كل بحسبه إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا أي في الدار الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون قال أبو هرين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله وأنزل الله تعالى في كتابه العزيز وذكر قوما استكبروا فقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وذكر أيضا هنا الحديث الذي رواه ابن أبيحات بسنده عن سعيد الجرير عن ابن العلاء قال يوتى باليهود يوم القيامة فيقالوا لهم ما كنتم تعبدون فيقولون نعبد الله وعزيرا فيقال لهم خذوا ذات الشمال ثم يوتى بالنصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون فيقولون نعبد الله والمسيح فيقال لهم خذوا ذات الشمال ثم نعبد الله ثم يستكبرون ثم يقال لهم ثم يقال لهم لا إله إلا الله فيستكبرون فيقال لهم خذوا ذات الشمال قال أبو نظر فينطلقون أسرع من الطير قال أبو العلا ثم يؤت بالمسلمين فيقالوا لهم ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد الله تعالى فيقالوا لهم هل تعرفونه إذا رأيتمه فيقولوا نعم فيقالوا لهم فكيف تعرفونه ولم تروا فيقولون نعلم أنه لا عدل له يعني لا شبيه ولا نظير قال فيتعرف لهم تبارك وتعالى وتقدس وينجي الله المؤمنين وهذا الأثر سنده مرسل ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون أي أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة أبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى تكذيبا لهم وردا عليهم بل جاء بالحق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق في جميع شرعه في جميع شرعة الله تعالى له من الأخبار والطلب وصدق المرسلين أي صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة والمناهج السديدة وأخبر عن الله تعالى في شرعه وأمره كما أخبروا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ثم قال لهم قال تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فهذا لما ذكر حال المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم فإنه ذكر النعيم المقيم الذي يتلذذ به المؤمنون المخلصون الذين أخلصوا التوحيد لله عز وجل وأخلصوا العباد له سبحانه وتعالى فهؤلاء هم أهل النجاة وأهل الفلاح كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين بجذية ونكتفي بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر